قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل اول محكمة دستورية عليا اثار قلقا في الاوساط الفلسطينية حياة لمستقبل القضاء حيث اعتبر حقوقيون ان هذا القرار لن يؤدي الى تعزيز الفصل بين السلطات الثلاث بل سيزيد من قبضة السلطة التنفيذية المزيد في التقرير التالي قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من الشهر الجاري تشكيل أول محكمة دستورية عليا ستكون أعلى من جميع المحاكم الموجودة أثار حفظة الأوساط السياسية والمؤسسات القانونية التي رأت أن القرار يركز المزيد من السلطات في يدي الرئيس ويهدد بطعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين أننا شعب نفتقر إلى السيادي والمحكمة الدستورية هي مظهر من مظاهر السيادي وبالتالي بالإمكان تأخير تشكيل هذه المحكمة لا يمكن أن يتم إنهاء الانقسام عن طريق المحكمة أو بالقانون إذا تم تشكيل المحكمة في هذه الظروف وفي ظل الانقسام فإن الطرف الذي لم يشارك بالتشكيل سيعيب على هذه المحكمة أنها ليست حيادية في ناس يعيب عليها ويتهم أن الطرف الذي يشكلها لتحمي مصالحه وفور أعلان الرئيس عباس عن تشكيل هيئة قضائية جديدة بمرسوم رئاسي أرسلت مجموعة من المؤسسة الحقوقية الفلسطينية رسالة إلى الرئيس طالبته بضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني أكدت الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنيا على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية إلى السيطرة على هذه المحكمة إن تشكيل المحكمة بهذه الآلية وفي ظل استمرار الانقسام السياسي يثير الكثير من التساؤلات حول تأسيس المحكمة في هذا الوقت ما يثير مخاوف المؤسسات والأفراد بشأن تأثير هذا التشكيل على حقوق الإنسان ورغم موجة الانتقادات التي طالت قرار تشكيل المحكمة الدستورية إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت أن المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين وهي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون فيما رأى البعض أن المحكمة التي ستكون قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث معظم أعضائها قيادات في فتح وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على أن لا يكون لأي عضو خلفية حزبية من فلسطين المحتلة نبال فرسخ رؤيا